فيتامين بي 12 طبعا يعني كتير مننا عارف اهمية هذا الفيتامين لصحة جسم الانسان هو من الفيتامينات الهمة اللي دايما نسبة كبيرة من الاشخاص بيعانوا من نقص هذا الفيتامين وبيحرصوا على تعويض هذا الفيتامين سواء من مصادر دوائية او بيحرصوا على تناول الاطعام اللي بتكون غنية بهذا الفيتامين نظرا لان لي اهمية كبيرة فالحفاظ على صحة جسم الانسان فيتامين بتنشر بنجد ان هو مهم لصحة الدم مهم لصحة الاعصاب مهم لصحة المادة الوراثية في الجسم وليه وظائف اخر عديدة وبالتالي آآ هذا الفيتامين بيصبح آآ خطر لو الجسم اتعرض لنقص هذا الفيتامين طيب امتى يكون نقص فيتامين بتنشر خطير هو في العادة آآ يعني نقص فيتامين بتنشر لا يكون خطير بالدرجة يعني اللي ممكن تكون ملحوظة ولكن ازا كان النقص فيه شديد او استمر الشخص يعاني من هزا الفيتامين لفترة طويلة آآ دون علاج ففي الحالة دي بيبدأ يصاب بامراض بيكون سبب الاصابة بها هو نقص هزا الفيتامين على المدى الطويل بيبدأ تظهر في بعض المشكلات زي المريض ممكن يبدأ يعاني من تنميل وخدران في آآ آآ الاطراف آآ تتمثل في اليدين والقدمين والساقين بيبدأ يعاني من انتفاخ اللسان او التهاب اللسان بيبدأ المريض يعاني من صعوبة في التركيز ومشكلة في تذكر الاشياء والتفكير بيبدأ يعاني من شعور بالتعب والارهاق بيبدأ يعاني من احساس بفقدان الطاقة بيبدأ يعاني من ظهور قرح في الفم بيبدأ المريض يعاني من ضعف في عضاة الجسم او بيبدأ يتأثر الحالة النفسية عند المريض ويصاب بالكآبة والحزن طيب المضعفات المحتملة لنقص فيتامين بي 12 طبعا في الغالب آآ قلنا لا يسبب نقص فيتامين بيتنشر اي مضعفات السبب طبعا من رحمة ربنا ان فيتنشر بيتخزن في الجسم يتم تخزينه في الكبد آآ لفترات طويلة جدا بيكون في مخزون في جسم الانسان يكفي لشهور طويلة ممكن يصل تلات شهور او الى ستة شهور في بعض الاشخاص الى ان يتم آآ يعني آآ استنزاف هذا المخزون فبالتالي يتم تعويضه مرة اخرى سواء من الطعام او سواء المريض بيبدأ او الشخص يتناول فيتامينات يكون من ضمنها فيتامين بي 12 فبيبدأ الجسم يعوض هذا النقص ويخزنه فترة طويلة مرة تانية طيب اذا المريض بدأ يعاني من بعض الاعراض طبعا بيبدأ يعني العلاج بيكون باقص مكمل فيتامين بي 12 لكن زي ما قلنا اذا اهمل العلاج او عانى المريض لسبب ربما خارج عن اراته من نقص هذا الفيتامين الفترات طويلة ولم يقوم بتعويضه ففي الحالة دي ممكن يبدأ يعاني من بعض الاعراض الخطيرة زي فقر الدم الشديد نقص فيتامين بي 12 بسبب فقر الدم ومن اعراض فقر الدم ان المريض هيبدأ يعاني من التعب هيبدأ يعاني من شحوب لون البشرة ولكن اذا اصبح فقر الدم شديد ممكن يبدأ يتأثر القلب واء الرئتين فبيبدأ نتيجة فقر الدم الشديد في الحالة الشديدة المريض يصاب بتصارع في ضربات القلب ممكن يصاب بفشل في القلب ايضا من المشكلات النتجة عن نقص فيتامين بي 12 وهي مشكلات في الاعصاب نقص فيتامين بي 12 بيلحق الضرر بالاعصاب بيترتب على ده اعراض مختلف بيبدأ المريض يعاني من مشاكل في الرؤية بيبدأ يعاني من فقدان في الزاكرة بيبدأ يعاني من احساس بواخذ يعني يشبه واخذ الابر في اطراف الجسم بيبدأ يعاني من مشاكل في المشي او التحدث في ثقل في اللسان في عدم القدعة توضيح الحروف مخارج الحروف بيبدأ يعاني من اعتلال الاعصاب الطرفي خاصة في الساقين طيب ايضا من الاعراض النتجة عن النقص الشديد لفيتامين بي 12 هو تأخر الحمل او عدم القدرة على الانجاب احيانا قد يسبب نقص فيتامين بي 12 مشكلة في الحمل بمعنى لا تستطيع المرأة الحمل وفي الحالة دي بتبدأ المرأة تستعد قدرتها على الحمل بشكل طبيعي الانجاب لما بيتم تعويض هذا النقص في الفيتامين وعلاج نقص فيتامين بي 12 ايضا من الاعراض سرطان في المعدة ممكن وجدت بعض الدراسات ان الاشخاص اللي بيعانوا من نقص شديد في فيتامين بي 12 بيكونوا معرضين اكتر لخطر الاصابة بسرطان المعدة بسبب طبعا الاصابة بفقر الدم الخبيث لانه بيعمل العامل الداخلي المسؤول عن نقص فيتامين بي 12 علشان كده يتم الاسرع في علاج نقص فيتامين بي 12 لتفادي اي مشاكل في المستقبل طيب من العرض ايضا عيوب في الانبوب العصبي اثناء الحمل زكاة المرأة حامل وعندها سوق تغذية او عندها نقص شديد في فيتامين بي 12 فده ممكن يعرض الجنين لمشاكل في الانبوب العصبي اللي هو القناة الضيقة اللي بتكون الحبل الشوكي والدماج اثناء نمو الجنين اللي هي نواة تكوين الجهاز العصبي في الطفل او في المريض وبالتالي يجب ان تحرس الحامل على اخذ فيتامين بي 12 ومجرد ان هي تعفل ان هي حامل ولكن ده يفضل ان هو يكون تحت اشراف الطبيب طيب اذا نقص فيتامين بي 12 هو غير خطير في الحالات العادية الطبيعية لكن اذا ترك بدون علاج فمعنى كده ان هيصبح المشكلة او النقص شديد فيه فبالتالي بيبدأ يتأثر المريض لكن الخطورة قلنا مع ترك نقص هذا الفيتامين بدون علاج وبالتالي بيسبب مضعفات على المدى الطويل طبعا بنشير الى ان بنجد المرضى اللي تعرضوا لاستقصال المعدة او بعض الجراحات الكبيرة في المعدة او في القناة الهضمية استقصال اجزاء كبيرة من القناة الهضمية دايما وجدوا ان هم اكتر عرضة للاصابة بنقص هذا الفيتامين وبالتالي الاشخاص اللي تعرضوا لجراحات طويلة مطلوب منهم ان هم دايما يتعرضوا لجرعات تدعمية من هذا الفيتامين بي 12 كل فترة علشان يعوضوا النقص لان بعض الدراسات قالت ان مستقبلات هذا الفيتامين بالتحديد موجودة في القناة الهضمية في جسم الانسان فبالتالي الاشخاص الاكتر عرضة للاصابة بهذا النقص في هذا الفيتامين هم اللي تعرضوا لجراحات في القناة الهضمية استقصال اجزاء منها او الاشخاص النباتيين اللي هم لا تناولوا المنتجات الحيوانية او الاشخاص اللي بيتناولوا مضادات حيوية لفترات طويلة جدا بالتالي هؤلاء الاشخاص هم الاكتر عرضة للاصابة بالنقص الشديد في فيتامين بي 12 الفيتامين بي 12 موجود اكتر حاجة في اللحوم الحمراء موجود في الكبد الكبد الحيواني بنسبة كبيرة جدا ولكن يفضل طبعا في اللحوم او الكبد المنتجات الحيوانية عدم المبلغة في طهيها وفي تسخينها لدرجات حالة عالية لان درجات الحالة عالية بتعملها تكسير هذا النوع من الفيتامينات وبالتالي يعني ممكن يعني ناس متعودة بتاكل لحوم بكميات كبيرة او منتجات حيوانية ومع ذلك عندهم نقصة في هذا الفيتامين فبيضطروا ياخدوا مكملات غزاء او يستعيدوا عن هذا النقص بمصادر خارجية سواء حقا او سواء كابسولات السبب في كده ان احنا طبيعة يعني نظامنا العربي في طهي الطعام ان احنا بنبالغ في طهي الطعام وفي تسوية اللحوم والمنتجات الحيوانية فبالتالي بيبقى النسبة ضئيلة جدا من هذا الفيتامين موجودة في هذه المنتجات رغم ما تناولنا لها موجود ايضا في الالبان اللبن الطبيعي كامل الدسم في نسبة عالية من هذا الفيتامين وفيتامينات ومعادن اخرى هامة الموجود في البيض موجود في طبعا بعض المنتجات اللي هي البحرية المأكلات البحرية موجود ايضا نسبة من هذا الفيتامين وبالتالي مهم جدا اللي انتباه ليه علشان لا يصاب انسان ده اي مشاكل في العصاب او فقر دم او اي مضعفات اخرى ناتجة عن نقص هذا الفيتامين ده كان اهم المعلومات عن اعراض نقص فيتامين بي اتناشر وهل نقص فيتامين بي اتناشر يمسل خطورة شديدة على جسم الانسان في النهاية بنتمنى السلامة للجميع ونلتقي باذن الله في فيديو جديد وموضوع جديد